لكن في المجمل مباراة عيفة جدا يعني لو قلنا عليها ان هي أقل من المتوسط هنبقى من جميلها مباراة عيفة جدا مباراة الفرقتين يعني لو كنا قلنا ان مع كامل الاحترام دي امكانية الهلال السوداني الاهلي كان منتظر منه احسن من كده انا شايف ان هو وتاني هنوضح للمرة الالف لما بتي يتكلم على مدير فني فيه حكم مطلق فيه حكم لحظي الحكم المطلق ان المسلماني مدرب كويس لكن النهاردة لم يكن موفقا في استراتيجية المباراة انا شايف ان انت تلعب من تحت الكورة او تلعب بالدفاع متأخر او ما يطلق عليه اللوبلوك من بداية المباراة اختيار ما كانش موفق تماما قياسا بامكانياتك وامكانيات المنافس دي مباراة لازم الاهلي يحصل فيها تلات نقاط كامل الاحترام للفريق الهلال السوداني كامل الاحترام لامكانياته وقتاله وسعيه للفوز لكن الكورة فيها فوارئ كان من الافضل ان الاهلي كان يدق المباراة مباغت مسيطر عنده القدرة ويتحكم في رتن المباراة لما يحس شوية ارهاق يرجع ويقفل مساحاته لكن هو يختار الاختيار ده من الاول انا مشوف نوعه لم يكن موفقا على الاطلاق